نعم كلمة العاهل الأردنية الملك عبدالله الثاني كانت كلمة عبرت عن المشاكل والقضايا التي ترغب المملكة الأردنية الحاشمية أن تشارك العالم بها وهي تحمل مسؤولية اللاجئين السوريين الذين يتواجدون على أراضيها أشار في كلمة أن نحو ثلث سكان أصبحوا من اللاجئين في الأردن وأن هناك الكثير من المساعدات مطلوبة من المجتمع الدولي ومن الأم المتحدة من أجل مساعدة هؤلاء اللاجئين على الحياة بشكل أفضل كما تحدث عن القضية الفلسطينية وضرورة إقامة حل الدولتين وعن الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس وضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية واليهودية في القدس وأشار أيضا إلى التغيرات المناخية والموارد المحدودة التي يعاني منها الأردن والجفاف ونقص المياه كانت هذه الكلمة تعبر بشكل كامل عن المخاوف التي يعاني منها الأردن في ظل التغيرات السياسية والمناخية التي يشهدها العالم كانت هناك أيضا نقطة تحدث عنها بإسهاب وهي مستقبل القضية الفلسطينية وأنه في حال استمرار الوضع الضبابي كما قال فإن ذلك يدعو إلى اليأس من الجانب الفلسطيني ولا بد لإنهاء هذا الوضع الضبابي بعد سبعة عقود ونصف العقد من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نعم إذا انتقلنا إلى كلمة الرئيس الأمريكي أهم النقاط التي جاء بها بالنسبة للرئيس الأمريكي تحدث بشكل مطول عن أزمة المناخ وأشار إلى وجود تغيرات مناخية كبيرة يعاني منها العالم وتحدث عن الفيضانات التي شهدتها ليبيا مؤخرا وعن الضحايا وضرورة تقديم المساعدة للضحايا في ليبيا تحدث أيضا عن ضرورة التزام بالدولتين وتحدث بشكل مطول عن الحرب الروسية في أوكرانيا محملا روسيا كامل المسؤولية على اندلاع هذه الحرب ودائما ما كان الرئيس الأمريكي يقول أنه في حال أوقفت روسيا الحرب فإن الحرب سوف تنتهي وكل شيء سوف ينتهي في حال أوقفت أوكرانيا الحرب فإن أوكرانيا سوف تختفي هذه النقطة دائما ما كان يرددها الرئيس الأمريكي في مجالات مختلفة كما تحدث أيضا عن السبراني وتحدث أيضا عن الذكاء الاصطناعي وحذر من أنه ترك الذكاء الاصطناعي دون تشريعات وقوانين تحكمه قد يؤدي إلى مشاكل ستعاني منها البشرية في وقت لاحق وقد يؤدي ذلك إلى تحول الذكاء الاصطناعي إلى سباق جديد في التسلح باستخدام الذكاء الاصطناعي ضد دول أخرى ولذلك تحدث عن برورة وضع التشريعات وتقنين هذا النوع من التقنيات في المستقبل القريب وإلا في أن الأمور ستخرج عن نصابها سويل الشاعر مرئيسي الغد من نيويورك شكرا لك مثلوك شكرا لك في الأراضي كما تحكمني اشتركوا في القناة